موسيقى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته والغالية على قلبي كدير لابس عليكم نتمنى تكونوا كامي بخير وعلى خير مرحبا بالكوفيدات ديالي نتمنى الناس اجتاد اولا اللي يشاهد فيديو اول مرة لا تنسوش تشتركوا في القناة تفعلوا الجرس وصفوا وصلوا كل ما هو جديد ايضا ما تخلوش اعجابها بباتي الفضل منكم وليس امرا واقتراحاتكم بالنسبة لخلطة اليوم ان شاء الله ستكون خلطة ممتازة واروح من الوصفات التي قدمتها في القناة هذه الوصفة طبعا ناجحة 100% المكونات كلها بسيطة لكن نتائج اروح فاتمنى ان تجربوها وأود ان اقول للنساء المرضيعات او للحواميل حتى هما ممكن يستعملوا من هالوصفة وستعملوها لانها عبارة على وصفة للتسمين الموضيع يعني شاء ما كنا ناكلوهاش غير كنطبقوها على المكان اللي بغيناه يتزاد بالنسبة لهذه الوصفة كتزيد في المؤخرة او للأرض او للفاخدين او للصدر او للخدود يعني اي منطقة بغيتي او لحب انك تسمنيها ممكن تسمني هاد الكريم السحري اللي غدي تشوفوا معايا في الفيديو بنسبة الكريم اللي غدي نستعمله او للخلطة غدي نحتاجه او المكون هو كريم نيفيا فهو معروف تقريبا في جميع البلدان نيفيا فهو عبارة لكريم مرطيب جميل جدا للبشرة ويعطيها نعومه ايضا يبيض فأيضا غدي نحتاج المكون تالي هو مكون اساسي في هذه الوصفة اللي هو زيت السمك او الكبسولات السمك فهذه الكبسولات على هالشكل كما كنت لاحظوا معايا فهي موجودة لدى العطار او في بقرة فارماسي فهي جميلة بزاف هي استير نجاح هذه الوصفة وفعال انك تزيد في الوزن وايضا غدي نحتاجو لزيت السوجة او زيت الحلبة يمكن لكم تستعملوا زيت الحلبة وزيت السوجة يعني بجوج لكن اذا لم يتوفر زيت الحلبة يمكن لكم تكتلفوا فقط بزيت السوجة او للعكس فبنسبة لها المكونات كلها رائعة وكلها لها فعالية سريعة تعطي المفعول يعني في ضرف 15 يوم دائما اقول لكم داوموا على اي وصفة لكي يعني تعطيكم نتائج المرغوبة دائما صبروا ودوموا على الوصفة باش تحصلوا على النتائج المرضية فمنسبة لي طريقة تحذير هاد الوصفة طريقة جيد سهلة اول شيء قد تاخدوا كريم نيفيا او لممكن نقول لكم اذا ما كانش موجود عندكم كريم نيفيا يمكن لكم فقط تستغنوا عليه وتطبقوا كريم مشابه له يكون عبارة لمرطيب ويكون ممتاز وتكون له رائحة جميلة لكي لا تعطي رائحة الحلبة فمنسبة هاد الوصفة سنقوم بخلط كبسولات يعني كبسولاتين من زيت السمك ونوضعها في كريم نيفيا ممكن نخلطه في البوطة ديال الكريم نيفيا او لان ناخد الكريم نوضعه في تبصيل ونقوم بخلط هاد المكونات فايضا غدي تاخدوا ملعقة من زيت السوجة وتوضعها مع المكونات وملعقة من زيت الحلبة لكن اذا لم يتوفر زيت من هذه الزيوت ممكن تكتفف فقط من ملعقتين من زيت السوجة او للعكس فتقوم بخلط هاد المكونات جيدا حتى تحصل على كريم ليكون متجانس ويكون قوام دياله يعني اتقي وبنسبة لطريقة استعمال هاد الوصفة دائما غدي تسعملوها بالشكل يومي حتى تحصل على النتائج المرضية والشي تقوم بي يعني تاخدفه طعمه بلعله بالماء الساخن وتحطه على المكان اللي انت يعني حاب تسمنيه من بعد ما تمر خمسة تقايق حتى للمساء يعني تكون تفتحات وتوضع هاد الكريم السحر اللي تسمي الموضيع على المنطقة اللي انت حابة يعني تسمنيها او اللي تزيت فيها الوزن وتخليها ليلة كاملة يمكن لكم لكن يريد اي ازاج ممكن تستعملوها فقط بالنهار تخليوها لمدة ثلاث ساعات لكن يستحسن و يفضل ان تستعملوها بالليل وتبقى حتى الصباح لان النتائج كتكون سريعة ونتائج اكتر فكنتمنى فيديو دياله وما يكون الريضة ديالكم وتجربوها شاء الله وترضو ليه في التعليقات ونقول لكم اسلام عليكم ونبغيكم مزاف لليخطيكم عنيه وشكرا على دعمكم على دعمكم ومن يوم القناة ولايك لايك حبيبتي وسامعليكم الى فيديو قادم ان شاء الله شكرا شكرا